وفي خبر آخر نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الانتهاء من عديد المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني أكد وزير الكهرباء محمد شاكر خلال مباحثاته مع هلمت فونس روف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سيمينز بالشرق الأوسط ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي للشركة بالقاهرة أكد على رغبته في استكمال مسيرة التعاون مع شركة سيمينز الألمانية على أرض مصر بعد التعاون المثمر والبناء هذا وأشار شاكر إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واستكمال إجراءات الربط مع السعودية وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا